نكمل مع بعض شرح law of semi-dynamics on closed system طب يترى ايه هو القانون لدينا ها apply B Q minus work equal delta U Q heat work W delta U change in internal energy هلين نمسك ترم ترم فيهم نتكلم عنه بستفادة الـ Q هي الـ heat والـ units بتاعتها هي عبارة عن كيلو جول الـ Q ممكن تكون positive value ممكن تكون negative value ممكن تكون zero طيب امتى هعود بـ positive امتى هعود بـ negative امتى هعود بـ zero لو انا عندي اي closed tank والحرارة خرجة من التانك فبالتالي الكلام دوت هيبقى بالـ minus بـ lose heat لكن لو انا بدخل للـ system حرارة فالـ Q بالنسبالي تعتبر positive لكن لو الـ system جيه insulated or adiabatic فكلمة adiabatic أو insulated إنه no heat in no heat out يبقى الـ Q بتساوزيه طيب امتى قد في المسألة بيقولي find the Q خلاص انا بسيب الـ Q زي ما هي positive sign وبعد كده في الاخر لما بطلع بالـ result بكعت الـ Q ولو طلعت minus يبقى هي lose من الـ system لو هي طلعت plus يبقى هي add to the system ده بالنسبة لـ Q بالنسبة للـ work الـ work في منه 3 حاجات اهم واحدة فيها اللي هي حاجة اسمها boundary boundary work boundary work اللي هو الـ work اللي حصل على boundary زي ما شرحنا في الـ slides القبل كده بيعتمد على نوع الـ process اللي انت موجود عندك في المسألة بمعنى أنا ممكن الـ process بتاعتي تكون constant volume process ممكن تكون constant pressure process ممكن تكون constant temperature PV equal to constant ممكن تكون isentropic PV to the power K equal to constant ممكن تكون polytropic PV to the power gamma equal constant أو N لو الـ process بتاعتي constant volume يبقى الـ work boundary equal to zero لو الـ process بتاعتي من 1 إلى 2 constant pressure فالـ work بتاعي هي عبرة عن M P V specific 2 minus V specific 1 دلو بتكلم على steam لو بتكلم على ideal gas فالـ ideal gas ممكن أقول P V capital 2 minus V capital 1 طيب لو هي isentropic يبقى الـ work بتاعي هو عبرة عن P1 V1 أو P2 V2 لن V2 على V1 لو الـ process بتاعتي isentropic أو polytropic يبقى الـ work بتاعي هو عبرة عن P2 V2 minus P1 V1 over 1 minus N وإحنا تكلمنا عن الكلام ده باستفادة لو تفتكروا إن إحنا كل الـ process بسمنا لها الـ PV diagram وقلنا الـ unit 6 كله واحد إحنا مسترد مع بعض سريعا إن بقولك إن الـ work boundary بيعتمد على نوع الـ process طيب في عندي حاجة تانية اسمها paddle wheel paddle wheel إيه الـ paddle wheel إن أنا ممكن يكون التانك بتاعي يكون في حاجة بتقلب بتعمل steering للـ liquid اللي موجود دوه أو الـ fluid اللي موجود دوه فالـ work هنا بتاع الـ paddle wheel لازم يكون بـ minus value إن هو added to the system يبقى دا يخلينا نرجع تانية لحاجة مهمة جدا لو أنا عندي أي system لو هو بيطلع work يبقى الـ sign بتاع الـ work positive لو هو بياخد work عشان يشتغل يبقى minus work آخر حاجة برضو تانية لو أنا عندي electric heater فالwork electric equals to minus i current v volt في l time برضو لو انا عايز اسخن فاجيب سخان الكهبر باس السخان الكهبر عشان يشتغل لازم ياخد work فالwork هي at minus i في v تي وانا بيبقى فيه مسائل شهيرة جدا ممكن ياقول لي find l time الي يخلي مسلا السيستم اللي جهوه يتحول من saturated liquid الى Saturated Vapor بابا عارف انه Time ممكن يطلع من الوقت بتاع الالكترق. طيب اخر term اللي هو Delta U اللي هو Change in Internal Energy. اللي Change in Internal Energy Delta U انا في الحقيقة عندي حالتين. لان ما اقول M C V T2-T1 لو انا بتكلم على ال-IdrGas. او ان انا اقول mass U 2 small minus U 1 small اللي هي ال-Specific اللي انا بتكلم على ال-Steam. وزي ما احنا قلنا قبل كده برضو ان انا ممكن اي Closed System اي Closed System انا ممكن احط فيه يا اما Steam Pure Substance H2O Refrigament او ان انا احط فيه Gas. هيفي او هيفي ان كل الجاز بيبقى ليها لو برضو افتكرنا مع بعض ان اي جاز في الدنيا بيبقى ليها حاجة اسمها C P C V K R اوكي يبقى او انا بفك Delta U تمام كده بقاوة بالDelta U Delta U M C V Delta T لو بتكلم على ال-Gas M Delta U لو بتكلم على ال-Steam اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة